وعلى هامش فعليات مؤتمر قب 27 استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستيليانا جورجيبا والوفد المرافق لها وخلال اللقاء أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص الدولة على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية فضلا عن تنظيم أو تعظيم مساحة دور القطاع الخاص استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ السيدة كريستلينا جورجيبا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي والوفد المرافق لها وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء التغطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمالية صراح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن اللقاء تناول استعراد أوجه الشراكة بين مصر وصندوق النقد الدولي خاصة في ضوء برنامج التعاون الذي تم الاتفاق عليه مؤخرا بين الجانبين لاستكمال تنفيذ مسيرة الإصلاح الاقتصادية المصرية وقد رحب السيد الرئيس بزيارة السيدة كريستلينا إلى مصر للمشاركة في القمة العالمية للمناخ كوب 27 معربا سيادته عن التقدير لإسهماتها في إطار الشراكة المثمرة والتعاون البناء بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل بالنظر إلى ما تمثله تلك الشراكة من توفير مناخ إيجابي للاستثمار وفرصه الواعدة في مصر ونعكاس ذلك على دعم الاقتصاد المصري مؤكدا سيادته حرص الدولة على تكملة مسيرة الأصلاح الاقتصادي والهيكلي المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية وكذلك تعظيم مساحة دور القطاع الخاص أوضح المتحدث الرسمي أن السيدة كريستلينا أكدت على مواصلة صندوق النقد الدولي علاقات التعاون والشاركة المتميزة مع مصر لدعم مسيرة الأصلاحات الاقتصادية بها خاصة في ضوء استقرار أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية وما أظهره من قدرة على الصمود واستعاب التدعيات السلبية والصدمات الناجمة عن جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية الحالية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت بعمق على اقتصاديات الدول الناشئة مشيدة في هذا السياق بنجاح تعامل مصر مع تلك التدعيات والتغيرات المتلاحقة للسياسة النقدية العالمية واحتواء أثارها مما حافظ على المسار الآمن للاقتصاد المصري